ترأس سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي اجتماع المجلس الذي عقد بتقنية الاتصال المرئية هذا واستهل رئيس المجلس الاجتماع بتقديم التهاني بمناسبة الثقة الملكية السامية بتعيين سيد يوسف بن عبدالحسين خلف عضو المجلس وزيرا للشؤون القانونية وتعيين السيدة فاطمة بن جعفر الصيرفي عضو المجلس وزيرا للسياحة متمنيا لهم التوفيق والنجاح في أداء مهام عمليهما وخلال الاجتماع قدمت الدكتورة الشيخ رانا بن عيسى بن دعيج الخليفة الأمين العام لمجلس التعليم العالي نائب رئيس مجلس الأمناء قدمت عرضا عن المذكرات التي رفعتها الأمانة العامة بعد أن تم تدارسها من قبل اللجنة الاستشارية المنبثقة عن المجلس وقد اتخذ المجلس عددا من القرارات منها تطوير إجراءات الترخيص لمؤسسات التعليم العالي وبحث ما ورد في مذكرة الأمانة العامة بشأن مقترح تطوير إجراءات ترخيص المؤسسات التعليم العالي لإتمامها عبر منصة سجلات كما ناقش المجلس ما ورد في مذكرة الأمانة العامة بشأن مقترح تضمين قرارات المجلس الصادرة بالموافقة على استحداث البرامج الأكاديمية بالجامعات وتسكين البرامج المحلية على الإطار الوطني للمؤهلات قبل الإعلان وفتح باب القبول فيها إضافة إلى مناقشة عدد من مذكرات الأمانة العامة بشأن طلبات مؤسسات التعليم العالي استحداث برامج أكاديمية واستضافة برامج أخرى عقد مجلس مناء التعليم العالي اجتماعا اليوم وناقش العديد من المواضيع التي طرحت عليه بعد أن تم دراستها دراسة عميقة ومن قبل الجهات المختصة في الأمانة العامة واللجنة الاستشارية المنبثقة عن هذا المجلس ومنها إسناد البرامج الأكاديمية الخارجية وتسكين البرامج الأكاديمية الداخلية على الإطار الوطني للمؤهلات الهدف من ذلك أن تتأكد جميع الجهات لا تلع علاقة بأن هذه البرامج مستوفية من الجانب الأكاديمي الجانب الإنشائي الجانب التدريبي وأيضا تتوفر على المهارات المطلوبة للقرن الواحد والعشرين خصوصا وأن العالم يشهد تطورا كبيرا في البرامج الأكاديمية ومن منطلق الاهتمام بترخيص مؤسسات التعليم العالي والإجراءات المطلوبة لهذا الترخيص خصوصا على منصة سجلات بحث المجلس الإجراءات اللازمة والتي يجب أن تتوفر فيها سرعة الإجراء ولكن مع عدم الإخلال بمتطلبات مؤسسات التعليم العالي والاشتراكات التي يجب مراعاتها قبل صدور الترخيص النهائي